المسجد باريس الكبير تقرير مرسلتنا من باريس رمضان شهر الكرم والعطاء والمشاركة يشهده مسلم فرنسا بالإقبال الكبير على المساجد مسلمون من جنسيات مختلفة يجمعهم هنا مسجد باريس الكبير في أجواء رمضانية تسودها مبادئ الدين الإسلامي بمشاركة تصل إلى 15 ألف شخص رمضان هو لحظة احتفالية للعيش المشترك حيث يشارك الكثير من المسلمين أجواء الإفطار مع الجيران والحاضرين هنا أيضا المهم هنا هو خلق هذا الجو إنها لحظة بالغة الأهمية وفي الواقع هذا موجود في أعراف المجتمع الفرنسي حيث يعلم الجميع أن المسلمين يحتفلون برمضان والجميع يشاركهم هذه اللحظة الاحتفالية والبهجة هي أجواء رمضانية مباركة تجمع الجميع تحت راية إسلامية موحدة لتخفف من الغربة وتسمح للروح الرمضانية أن تسير في المكان هنا تحضر الأطباق الرمضانية في المسجد لتقدم كوجبات يلتقي حولها مسلمون باحثون على مشاركة الجو الرمضاني بعيدا عن الأهل والبلاد ويوزع المسجد المساعدات الغذائية في أربعمائة مسجد من كل أنحاء فرنسا للمحتاجين والتبرع بهدايا العيد وإقامة مسابقة تلاوات القرآن في فترة رمضان يقيم المسجد الكبير بباريس فعاليات حول التضامن وخاصة لشبابنا من الطلاب المختربين سواء كانوا مسلمين أو لا وذلك من خلال الإفطار الذي يتم تنظيمه داخل المسجد أما النشاط الثاني فنحن نقدم مساعدات غذائية تكفي لمدة سبوع على الأقل واستماح للطلاب بالاستفادة بشكل أفضل أجواء الإفطار مجموعين نحن في الغربة في باريس بعادين على أهلنا وعادين على كل شيء نحن للتوديو هنا الإفطار مجموعين كده ممتاز على غرار مسجد باريس الكبير تقوم مساجد وجمعيات أخرى بتوزيع الوجبات وتنظيم الإفطار الجماعي حيث يلتقي المسلمون في إطار روحاني يسهده التضامن فاطمة بالعيد تلفزيون مملكة البحرين باريس